بعض الأحيان نضطر أو من الضرورة أن يكون الحديث بالمباشر وبلا مقدمات لأن خلال هذه الفترة وخلال هذه الحرب نراقب الكثير من التصريحات من الأطراف المباشرة بالحرب أو الفاعلة فيها أو التي تسعى لإيقاف هذه الحرب أو المتخوفة من تشضياتها وتداعياتها الكل يحاول أن ينأى بنفسه عن هذا لأن الحرب ليست سهلة وما نشهده ليست حرب هي إبادة جماعية وجريمة إنسانية مع سبق الإصرار والترصد وأنا أتفق ولا أختلف كثيرا عن الذي يحمي شعبه من مصير الموت الهالك ومن الجوع نتنياهو اليوم وفي أحدث اجتماع تشاوري عبر الهاتف ومثل ما يسمون العلاميين فونو مع ترامب ظهر بالتصريح يقول نحن لا نريد الحرب مع إيران نتنياهو أنت لا تريد الحرب مع إيران إذن ماذا تريد وإذا كنت لا تريد الحرب مع إيران إذن لماذا ضربت إيران وردت عليك إيران وهما أقول لك خليني أدرك يا نتنياهو أقول لك نونو أنت الآن تخوض حرب مع من تخوض الحرب في لبنان وتخوض الحرب في غزة في غزة مع حماس وفي لبنان مع حزب الله وهؤلاء هم يقولون بالعلن ويفتخرون ويتباهون أنهم تسليحا وعقيدة وفكرا ومالا من إيران إذن ما الغاية من هذا الخطاب سيد نونو أنت لا تريد الحرب مع إيران بالطرف المقابل إيران تقول أيضا وفي أحدث تسريحات أننا سنفعل أي شيء من أجل ضمان مصالح وأمن بلادنا والله الذي يصرح هذا التسريح على قولة العراقيين أحب من حقيقة لأنه فعلا ضمان أمن ومصالح البلد يجب أن يكون شيئا مقدسا لدى الحكومة ولدى المواطن ولدى المسؤول إيرانيين يريدون حماية وضمان أمن ومصالح بلدانهم لكن هنا نسأل إيران هل ممكن أن تعطونا إجابة ما معنى ضمان ومصالح أمن بلادكم وأين حدود هذا الأمن والمصالح إيران بإرادتها وبقرارها وبكامل عقلها هي التي أرادت أن تتوسع خارج حدود إيران وهي التي تقول أن محور المقاومة في ستة بلدان يمثلنا لا هي مستحية منها ولا الذين معهم ينكرون هذا حسنا ما أناقش هذا صح هذا غلط لكن سؤالي بناء على التصريح هل أمن ومصالح محور المقاومة يدخل ضمن هذا التصريح أم لا إسرائيل أيضا وعلى لساني مشؤولين كبار بالرغم من أنه اجتماعات هنا واجتماعات هناك حراك هنا حراك هناك تهديات دبلوماسي هكستاين إيجي مكور كراح ترام طب البيت الأبيض نسمع عن تسوية للنزاع يفاجئوننا بأنهم قد أصدروا وأعدوا العدة لأخذ الضفة الغربية بمعنى هناك كارثة تنتظر المنطقة أكثر من كارثة الحرب لأنه قد بالضفة الغربية 144 مستوطنة و100 مورة استيطانية مثل ما يسوونها وأكو ملايين بمعنى ذولة يلمون غراظهم ويشدون الرحيل إلى دول أخرى تسريحات سيناريوهات معقدة لا تشبه بعضها البعض